هنتكلم في مجموعة الفيديوهات دي عن قانون مندل الأول بعد ما شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت مقدمة عن قانون مندل أي صفة أو الكاركتر هنا هي بتمثل بزوج على الأقل من الأليلات أهو بزوج من الأليلات أقل حاجة بيرث الفرض واحد من الأزواج دي من الأب وبيرث التاني من الأم يعني خليها نرجع هنا هنا ده نعتبره مثلا الأب ودي نعتبرها مثلا الأم هو بيرث إيه؟ بيرث الفرض واحد من الأزواج دي من الأب وبيرث الأليل التاني من الأم طيب لو الأللين دول متشابهين زي ما انت شايفين هنا similar وهدي الر capital والر capital يبقى دول similar بنسميهم إيه؟ pure أو symmetric طبعا وزيهم pure أو symmetric هنا في الأم r small و r small أما لو كان شايفين تحت هنا القليلين دول مختلفين القليل ده غير القليل ده دول different تانيين similar دول different بتكون الصفة بنسميها hybrid هاجينة صحي كده؟ كلام ده قلنا بس خلينا نراجع شوية أو asymmetric فزي ما احنا شايفين هنا قدامنا صفة اللون القرموزي هنا ده الجينو تايب وده الفينو تايب هنا وإن كان ده asymmetric أو hybrid هاجين ولكن صفة اللون القرموزي زهرة ولكن جاية من hybrid genو تايب أما هنا اللي فوق دي يا جماعة هنا شايفين؟ تعتبر ايه؟ صفة لون قرموزي برضو؟ بس جاية منين بقى جاية من قليلين متشابهين خلينا نشوف القانون الأول لمندل وهو قانون بنسميه قانون انعزال العامل وراثية قانون طبعا لا انعزال segregation of genetic factor العامل وراثية وده بيفصر explains the inheritance توارث زوج من الصفات القليلومورفية زوج واحد one pair يعني هناك مكتوب a pair لأن في قانون مندل التاني هيبقى two pairs of allelomorphic character من الصفات القليلومورفية القانون بيقول عند تهجين فردين نقيين هم فردين نقيين when crossing تهجينه to homozygous طبعا انا قلنا نقيين homozygous أو pure مختلفين how differ in one pair في زوج واحد ودي لسه ايلنها في ايه في مقدمة القانون of allelomorphic characters في زوج واحد من الصفات القليلومورفية واحد منهم يعني واحد منهم بقى جماعة واحد من مين يعني واحد من الاباء اهون رجع تاني يعني واحد من الاباء اللي حصل بينهم التهجيد واحد منهم بيحمل الصفة السائدة بصورة نقية والتاني بيحمل الصفة المتنحية r small و r small بصفة نقية طبعا هنا الصفة السائدة بنرمز لها ب r capital جاي من purple r d ودي r small طبعا في الصفات المندلية يعني ما بنمثلش الصفة المتنحية ب capital بنمثلها ب small عشان نتذكر دايما ان الصفة دي بتسود على الصفة دي الصفة r capital دي بتسود على r small دي بتظهر طعا اللي قالوا بقى من دي لخي نرجع للكلام نفسه بتظهر الصفة السائدة بنسبة مية في المية في افراد الجيل الاول اللي هي first generation اللي هي بنقول على ال f1 يبقى نرجع بقى تاني عشان نقول الكلام عملي دايما حابش نقول كلام من غير ما نشوفه بتظهر الصفة السائدة اهي بنسبة مية في المية وطبعا طبيعي اللي نستنتاجي يكون ان كل افراد الجيل الاول بيكونوا hybrid هاجين لانه كلهم بيكونوا r capital و r small لان الجاميس اللي متخدم من ال parents زي ما انتم شايفين مالهمش الاحتمال واحد وكنا عاملينهم هنا يا جماعة معلش اتنين عشان نعرف ان هو بيحصل توزيع للامشاج يعني لكن هنا مفيش الاحتمال واحد r capital بيتيجي مع r small دول مية في المية الصفة سائدة بس هاجين دي افراد الجيل الاول نرجع تاني للكلام اللي موجود هنا اهي والصفاتين السائدة والمتنحية اللي هي dominant و recessive characters بيظهروا معا بنسبة 3 الواحد في افراد الجيل التاني طبعا 3 الواحد لايه طبعا سائد غالبا هيظهر بنسبة 3 الاكتر تمام في الراشيو ده واللي اقل هيكون المتنحي طبعا اللي هي دايما يا جماعة بنسبة 75 لان في المسائل بتيجي كده ساعت ل 25 خلينا بقى نشوف الكلام ده هنا طبعا ده ال f2 الجيل التاني نرجع بقى نشوف الكلام ده هنا احنا كده خدنا افراد الجيل الاول وبقوا parents بس زي ما انتو شايفين هم hybrid purple flower p plant hybrid نباتات قرمزيت اظهرها جينا الجينو طايب بتاعها طبعا بيبقى ايه asymmetric r capital r small لان نمط الجيني بتاع الايه بتاع الاباء هنا parents 2 الجاميتس بقى اللي بتطلع منهم هنا بتكون ليه احتمالين لإلا الجاميتس دي بتكون r capital او r small والتانية زيها r capital r small انا دايما يا جماعة حابب ان انتو تشتغلوا الشغل في المسائل كده عشان ايه يعني تفتكروها r d اهي بتيجي مع r d الاول يبقى دي دي طلعت الاول بعدين r d بتيجي مع r small اهي يبقى دي طلعت التاني بعدين r small جت مع r capital اهي هي هنا المفروض r small مع r capital بس احنا عكسناها عشان r رازم تكون الاول وبعدين r small التانية بتيجي مع r small الاخيرة اهي يبقى دي طلعت اللي بعدها يبقى كده افراد الجيل التاني زي ما احنا شايفين r capital r capital r capital r small r capital r small من غير من غير ما مفكر دي طبعا بيضة بيور اهو نقي وبعدين دول هاجين ايه r capital r small r capital r small وبعدين هنا r capital r capital اللي هي ايه بيور purple flower character اللي هي بتكون نقي معلش انا كاتب لكم النسبة دي عشان نفهم حاجة معينة خلينا في النسبة دي اللي موجودة في قانون مندل اللي هي زي ما قلنا بنسبة خمسة وسبعين في المية اللي هو ده كله هي ده وده وده قدام خمسة وعشرين في المية متنحي هنا معلش قبل ما اوصل لواحد لاتنين لواحد دي عايز اشرح تاني الجزء ده كويس اهو من اول هنا زي ما موجود عندكم في الكتب نراجع يعني زي ما تقول دي مراجعة كده عشان نفهم كويس جدا ما يعني ما نضيعش وقت بعد كده احنا قلنا ان الصفة الوراثية زي ما قلنا بتمثل بايه بزوج من الجينات انا بنشرح عليها ادي زوج اهو ادي الاول ودي التاني الصفة الوراثية بتمثل بزوج من الجينات يبقى دي اول حتة رجعناها كويس ساعات الجينات دي بتكون متماثلة او نقية اللي هي لو جينا جينا هنا عليش انا بشرح على الجيب التاني لانه في كل حاجة متماثل نقي اهو وده متماثل نقي متماثل اللي هو زي ما قلنا مرة فاتت نقي يعني بيور اللون القرمزي هنا سائد نقي اللون الابيض هنا متنحي نقي دايما في الصفات المندلية المتنحي بيكون نقي لان لو جي اي جميت من السائد هيضغى على الصفة بتاعة الابيض دي فلذلك المتنحي كله بيكون نقي وفيه غير متماثل هاجين اللي هو دول ده غير متماثل اهو مش متماثلين ده زي اللون الايه القرمزي وده بيسمى hybrid dominant hybrid اهو hybrid dominant ماشي كده بيقولك ايه هنا شايفين هنا الجزء ده كنت دي شرحناها قبل كده في المقدمة لكن خلينا نقولها تاني بيحصل انعزال لجينات لون الازهار القرمزي والابيض اللي محمولة على ازواج الكرموسومات الى الامشاج اهي مش هنا كده دي امشاج بتنعزل سواء كانت البيضاء اهي اهو القرمزية بتنعزل ثم بتزدوج يحصل لها fusion مرة اخرى عندها الاخصاب اهو حصل اخصاب اهو ازدوج التاني اهو بقت هنا اهي كده ازدوج التاني وبقت هنا اهي R capital مع R small زي ما قلنا افراد الجيل الاول كلهم بيحملوا الصفة السائدة بس بصورة هاجينة ليه لان R capital اهي موجودة مع R small لكن خلينا نروح بقى كده هنا لكن افراد الجيل التاني بيحملوا الصفتين السائدة والمتنحية اللون القرمزي اهو ده وده وده قرمزي وده ابيض بنسبة 3 الواحد زي ما قلنا هنا 3 الواحد بيقولوا هنا بقى ايه ان اللون القرمزي في افراد الجيل الاول بيظهر بنسبة 100% ليه لان زي ما قلنا جين اللون القرمزي بيسود سيادة تامة على جين اللون الابيض الر small وليه بنقول سيادة تامة لان بعد كده هيجي في الدروس جاية حاجة اسمان عداب السيادة يعني مثلا في الدروس الجاية لو الر capital مش هتسود عن الر small في افراد الجيل التاني لاجتماع جيني الصفة المتنحية معنا رجعوا تاني الر small والر small دول مع بعض فظهر في افراد الجيل التاني الصفة المتنحية يعني هي كان اختفت في افراد الجيل الاول خلاص كده يا شباب